في قرون مندل سواء كان الأول أو الثاني فعامنا إزاي بيحصل توارث لزوج من الصفات أو أكتر من زوج من الصفات وعرفنا إن كل زوج من الصفات المتبادلة يعني العكس بعض زي مثلا من الطول أو الأسر التخنة أو الرفع لون البشرة الأبيض ولون البشرة الأسود كل دي اسمها الصفات الأليلومورفية واللي بتحكم في ظهور الصفات دي هو زوج من الجنات والجنات دي فيها سائد وفيها متنحي وعرفنا إن الجين السائد بيسود على الجين المتنحي وبيلغي شخصية المتنحي تماما وبيظهر هو وكمان عرفنا إن في حاجة اسمها الطرز أو النمط المظهري وده الطرز اللي بيظهر لنا زي اللون الأزهار الكرموزي مثلا وفي حاجة اسمها الطرز أو النمط الجيني اللي هو بيحدد لنا الصفة دي نقية ولا هجين علشان كده الصفة السائدة بيكون لها طرزيين جينيين يعني ممكن تبقى نقي زي مثلا لون الأزهار الكرموزي النقي واللي بنرمز له بالرمز اتنين R كابتل وممكن الصفة دي اللي هي الصفة السائدة تكون هجين فيبقى لون كرموزي برضو بس هجين يعني R كابتل R سمول إنما الصفة المتنحية لازم ولا بد علشان تظهر لازم تكون متنحية زي لون الأزهار الأبيض لازم يبقى 2R سمول يعني نقي تماما كل دي صفات بيحصل فيها السيادة التمة لأن الجين المسؤول عن إظهار الصفة السائدة بيسود على الجين المسؤول عن إظهار الصفة المتنحية بشكل تام واللي توصل للكلام ده كان العالم مندل فيبقى كده اسمها برضو الصفات المندلية لكن العلماء عملوا شوية تجارب وإجراءات على نباتات وحيوانات واكتشفوا إن في صفات مش بتتورس تبقى لقوانين مندل فسموا الصفات دي باسم الصفات اللامندلية وظهور الصفات دي بتتأثر بحاجة أسمع تداخل فعل الجينات ومن أمثلة تداخل فعل الجينات اللي بتسبب لنا ظهور الصفات اللامندلية عندنا إنعدام السيادة والجينات المتكملة والجينات المميتة إحنا النهاردة هندرس إنعدام السيادة وهنطبقها على ثلاث حالات أول حالة هي صفة لون الأزهار في نبات شاب الليل تعال الأول نعرف يعني إنعدام سيادة إنعدام السيادة يعني فيه كائن حي بيورس زوج من الجينات واحد من الأب واحد من الأم بس زوج الجينات دي مفيش منهم حد بيسود على التاني ولكن كل واحد منهم بيكون لي أثر في إظهار صفة جديدة زي معنا طوارس صفة لون الأزهار في نبات شاب الليل لما بيحصل تاجين بين نبات شاب الليل أزهاروا لونها أحمر مع نبات شاب الليل أزهاروا لونها أبيض صفة اللون الأحمر هي صفة سائدة فبنور مزليها بالرمز 2R Captain وصفة اللون الأبيض صفة برضو سائدة فبنور مزليها بالرمز 2W Captain المهم أن نوع الأمشاج اللي هناخده من النبات اللي لونه أحمر هو واحد بس وهو NR Captain وكذلك الأمشاج اللي هناخدها من النبات اللي لونه أبيض هي واحد بس وهي W Captain محدش منهم هيسود على التاني وكل واحد منهم هيشارك في ظهور صفة جديدة وهي اللون الكرونفولي واللي هنرمز لعب الرمز RW ويبقى كده أفراد الجيل الأول كلهم بيحملوا الصفة الجديدة اللي هي اللون الكرونفولي بنسبة 100% ولما بيحصل تلقيح ذاتي لأفراد الجيل الأول والتلقيح الذاتي اللي بيحصل فيه هو أن النبات بيلقح نفسه يعني هو الأب وهو الأم في نفس الوقت علشان كده الظهرة بتكون اسمها الظهرة المخنسة لأن فيها عدو التسكير وعدو التأنيس في نفس الوقت على عكس التلقيح الخلطي اللي بيتم عن طريق الرياح أو النحل أو أي حشرة بتنهل حبوب اللقاح من النبات لبوايدة نبات تاني وبالتالي الأباء صفاتهم مختلفة لكن التلقيح الذاتي الأباء بيكون لهم نفس الصفات فهنا هيحصل تلقيح ذاتي لنبات أزهاره كورنفولي مع نفسه يعني الأب هيكون RW والأم برضو هتكون RW اللامشاج اللي أنا خدها من أحد الوالدين هتكون R و W وبرضو كذلك اللامشاج اللي أنا خدها من التاني هتكون برضو R و W ونبدأ نوزع الامشاج مع بعضهم ال-R مع ال-R فيبقى كده 2R يعني كده أزهار حمراء وال-R مع ال-W يعني كده RW يعني كده أزهار كورنفولي وال-W مع ال-R هي هي ال-RW برضو أزهار كورنفولي وآخر حاجة وإيه ال-W مع ال-W يعني كده W-W يعني كده أزهار بيضاء فبقى كده أفراد الجيل التاني واحد إلى اثنين إلى واحد واحد أزهار بيضاء ودي صفة أحد الوالدين واثنين أزهار كورنفولي ودي الصفة الجديدة وواحد أزهار حمراء ودي صفة الأب التاني تعال ناخد كمان مثال في سولان الدجاج اسمها الدجاج الأندلسي هنعمل توقيح ما بين ديك ريشه أسود مع دجاجة لون ريشها أبيض الريش الأسود هنرمزه بالرمز بي كابتل و بي كابتل كمان والدجاجة ريشها أبيض هنرمز لها ب-W ال-W ال-2 كابتل اللي مشاجل هناخدها هنا من الديك هتكون بي كابتل وعمشاجل الدجاجة هتكون W كابتل الجينين كل واحد منهم سائد فمحدش هيسود على التاني ولكن هشالكوا في ظهور صفة جديدة وهي ظهور أفراد الجيل الأول بلون ريش أزرق ونرمزه بالرمز بي و ودي أفراد الجيل الأول اللي هتطلع باللون الأزرق بنسبة 100% وبعد كده هنعمل توقيح ما بين ديك الجيل الأول اللي لون ريشهم أزرق يعني بي دابليو مع دجاج الجيل الأول واللي برضو لون ريشه أزرق إنه هو بي دابليو فكده الأمشاج هتكون من الأطب بي و دابليو اللي هي يعني من الديك ومن الدجاجة هتكون برضو بي و دابليو وبكده تعالى نوزع الأمشاج البي مع البي يعني كده اتنين بي يعني ريش أسود صفة أحد الوالدين والبي مع الدابليو يعني كده بي دابليو ريش أزرق ودي الصفة الجديدة وكمان دابليو مع البي هي هي البي دابليو برضو ريش أزرق يعني صفة جديدة وآخر حاجة الدابليو مع الدابليو يعني كده ريش أبيض ودي صفة الوالد الثاني فتبقى كده النسبة واحد الى اتنين الى واحد واحد صفة أحد الوالدين واثنين صفة جديدة وواحد صفة الوالد الآخر وبكده احنا بنستنتج إن فيه تلات ترز مظهرية للتلات ترز جينية للأفراد الترز المظهرية هي الأبيض والأزرق والأسود والترز الجينية للأبيض هتبقى دابليو دابليو والأزرق هتبقى بي دابليو والأسود هتبقى بي بي يعني في الحالة دي الترز المظهري بيدل على الترز الجيني لأن الكل ترز مظهري ترز جيني وبكده الصفة تحولت في الصفات المندلية لما كان فيه حالة اسمها السيادة التمة كنا بنحصل على نسبة واحد الى تلاتة ولكن في الحالة دي في حالة انعدام السيادة بنحصل على النسبة واحد الى اثنين الى واحد الدم مكوناته سابتة في جميع البشر وهي البلازمة وكرات الدم الحمرة وخلايا الدم البيضة والصفائح الدموية البلازمة بتشكل حوالي 54% من اجمال مكونات الدم وكرات الدم الحمرة والبيضة والصفائح الدموية بتشكل حوالي 46% من اجمال مكونات الدم المختلف في الدم بين البشر هي فصائل الدم وهنفهم عملياتنا للدم ومين ينفع يتبرع بالدم المين ومين ما ينفعش يد دم لمين كل ده هنعرفه لما نعرف التأسيم الوراصي والتأسيم الكيميائي لفصائل الدم التأسيم الوراصي هيفهمنا ازاي الابناء بيورسوا فصائل الدم من اباؤه وبيكون فيه ثلاث انواع من الجينات او البدائل او برضو بنقول عليهم اسم الاليلات الاليلات او البدائل دي بتتحكم في وراسة فصائل الدم والاليلات دي هي A و B و O والفرض مش بيقدر ان يورس غير اتنين بس من الجينات دي يعني زوج واحد من الجينات وبيكونوا موجودين على زوج الكرموسومات رقم 9 في جميع البشر التلاث جينات او العليلات او البدائل دي بتكون لنا 6 طرز جينية وإحنا شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان الطرز او النمط الجيني بيوضح لنا ان الشخص ده هاجين ولا نقي بناء على الصفة اللي بندرسها بمعنى لو اقولك مثلا ان الشخص ده فصلته A كلمة A هنا بتحمل احتمالية يقيم الشخص ده هو اتنين A او A و O لو هو اتنين A ده معنى ان الشخص ده خد جين A من الاب وجين A من الام وبقى كده هو اتنين A ويبقى كده الطرز الجيني بتاعه اتنين A يعني كده فصلته A بشكل نقي انما لو هو A و O فده معنى ان هو خد جين A من احد الاباء وجين O من الاب التاني ويبقى كده الطرز الجيني الخاص بالشخص ده هو A O يعني كده هيبقى فصلته A ولكن بشكل هاجين طيب ليه ما ينفعش نقول ان فصلته A O ويبقى كده نوع او فصيلة جديدة ما ينفعش نقول نوع الفصيلة A O لانها بتتكون من جين ساد اللي هو A وجين تاني متنحي اللي هو O والجين الساد احنا عارفين ان هو بيسود على الجين المتنحي وبالتالي بيسود A على O ويبقى كده نوع الفصيلة A ولكن بشكل هاجين وتركيبه الجيني بيكون A O ونفس الكلام بينطبق على الفصيلة B لان الجين B برضو بيسود على الجين O لكن الفصيلة A B محبتش منهم بيسود على التاني لان الاتنين كل منهم سواء كان A او B جينات سائدة وبالتالي بيكونوا فصيلة جديدة وهي A B وبالتالي كده احنا عندنا الثلاث بدايل بتتحكم في فصيل الدم وهما A و B و O الثلاث بدايل دول بيكونوا لنا اربح فصيل دم وهما A و B و A B و O والاربح فصيل دول بيكون لهم ست ترس جينية وهما اول حاجة الفصيلة A ممكن تكون 2A وممكن تكون A O والفصيلة B ممكن تكون 2B وممكن تكون B O والفصيلة A B تركيبه الجيني معروف A B والفصيلة O بيكون برضو تركيبه الجيني 2O طيب تعال نفهم الكلام ده اكتر بمثال لو فيه راجل فصيلته A B تزوج من امرأة فصيلتها O الاباء بنرمز لهم بالرمز B اللي احنا جيبينه من كلمة بارينتس وكده التركيب الجيني لان ابا هيكون A B والام هيبقى O O الامشاج اللي هناخدها من الاب هي A و B وامشاج الام هي O بس فبقى كده فصيل الدم المتوقعة للأبناء هي كلاتي لو خدنا من الاب A ومن الام O فتبقى كده الفصيلة A O يعني كده الفصيلة هتكون A وبشكل طبعا هجين ولو خدنا من الاب B ومن الام O فتبقى كده الفصيلة B O يعني الفصيلة B فيبقى كده الفصيل المتوقعة للأبناء هي A أو B بنسبة 50% إلى 50% طيب تعال ناخد تاني كمان مثال جميل لو فيه خلاف أو نزاع ما بين أبين كل واحد منهم بيقول على الطفل أنه ابنه وفصيلة الطفل هي O وفصيلة الرجلين برضو O ولكن زوجة الرجل الأول فصيلتها A وفصيلة زوجة الرجل التاني هي A B مين من الرجلين دول اللي ليلحق في نسب الطفل ده أول حاجة الرجل الأول فصيلته O يعني التركيب الجيني ليه هو O O وزوجة الرجل الأول فصيلتها A هنا كده فيه احتمالين للتركيب الجيني لفصيلة زوجة الرجل الأول الاحتمال الأول هو أن يكون تركيبها الجيني A O والاحتمال التاني هو أن يكون تركيبها الجيني 2 A في الاحتمال الأول كده تعال نشوف فصيل الدم المتوقعة للأبناء احنا عقولنا للأب 2 O والأم كده هتبقى A و O الأمشاج من الأب هتكون O وأمشاج الأم هتكون A و O يبقى كده لو خدنا A من الأم و O من الأب يعني A O وده كده أول فصيلة متوقعة للأبناء ولو خدنا O من الأم و O من الأب هتطلع لنا 2 O يعني كده في الاحتمال الأول الأبناء ممكن يكون فصلتهم O أو A بنسبة 50% إلى 50% والاحتمال ده ينفى معنا ونبقى كده حلنا النزاع ولكن برضو تعالى نكمل علشان نأكد على المعلومة بالنسبة للاحتمال الثاني لما الزوجة بتاعة الرجل الأول يكون تركيبها الجيني 2A والزوج قلنا كده كده 2O الأمشاج هتبقى A من الأب و O من الأب فيبقى كده الطفل 100% A O الاحتمال الثاني لعيلة الرجل الأول ما بيفصرش إنجاب طفل فصلته O ولكن الاحتمال الأول طلع معنا فعلا نتيجة إنجاب الطفل بنسبة 50% طيب بالنسبة لعيلة الرجل الثاني احنا قلنا للزوج فصلته O يعني التركيب الجيني بتاعه 2O والزوجة فصلتها A B يعني التركيب الجيني هيبقى زي ما هو الأمشاج هتبقى من الزوج O ومن الزوجة A و B لو هناخد A من الأم و O من الأب يعني كده الفصيلة A O فتبقى فصيلة A ولو هناخد B من الأم و O من الأب فيبقى كده الفصيلة B O يعني الفصيلة B وبالتالي كده احتمالية تنجاب طفل فصيلة O من عائلة الرجل الثاني هي 0% يعني كده الطفل هو ابن الرجل الأول وبناء على دراسة التأسيم الوراصي لفصائل الدم بنستنتج أن فصائل الدم بتجمع ما بين 3 أنلاط مختلفة للوراصة وهي تعدد البدائل والسيادة التمة وانعدام السيادة تعدد البدائل لأن احنا عندنا 3 بدائل من الجينات وهما A وB وO والفرض مش بيورس غير اتنين بس يأما اتنين A أو A أو أو اتنين O أو B وB أو B وO أو A وB اللي هم اللي احنا قلنا عليهم قبل كده الطرز أو النمط الجيني والسيادة التمة لأننا عندنا كل من الجين A وB بيسود بشكل تام على الجين O فلو فصيلة تركيبها الجيني A أو هي كده هنقول عليها فصيلة A لأن الجين A بيسود على O وكذلك B وانعدام السيادة لأن كل من الجين A وB ما فيش حد منهم بيسود على التاني فبيتكونوا الاتنين مع بعض فصيلة جديدة وهي A B نيجي بعد كده للتأسيم الكيميائي لفصيل الدم التأسيم الكيميائي بيكون على حسب نوعين من المواد الكيميائية اللي بتكون موجودة في الدم وهم مولدات الالتصاق أو المواد المولدة أو ما تسمى أنتيجينز والمواد التانية وهي الأجسام المضادة أو ما تسمى أنتيباطس مولدات الالتصاق أو الأنتجينز هي أعبارة أن مواد كيميائية بتكون موجودة على سطح كرات الدم الحمراء وهي النوعين مولدات A ومولدات B وبتتواجد في نفس اسم الفصيلة يعني مولدات A بتكون موجودة في الفصيلة A ومولدات B بتكون موجودة في الفصيلة B والفصيلة AB بيكون فيها مولدات A ومولدات B والفصيلة O مش بيكون فيها ولا مولدات A ولا مولدات B إنما الأجسام المضادة هي مواد كيميائية مضادة لمولدات الالتصاق بتكون موجودة في بلازمة الدم وهم منوعين مضاد A أو Anti-A ومضاد B أو Anti-B ومن اسم الأجسام المضادة بتتواجد في الفصيلة اللي ضد اسمها يعني بتمشى عكس مولدات الالتصاق يعني Anti-A بيكون موجودة الفصيلة B و Anti-B بيكون موجودة الفصيلة A والفصيلة AB ما بيبقاش فيها ولا Anti-A ولا Anti-B والفصيلة O بيكون فيها كل من Anti-A و Anti-B يعني كده بنسترتج إن الفصيلة A بيكون فيها مولد الالتصاق A والأجسام المضادة Anti-B والفصيلة B بيكون فيها مولد الالتصاق B والأجسام المضادة Anti-A والفصيلة AB بيكون فيها مولدات الالتصاق A و B ومش بيكون فيها أي أجسام مضادة إنما الفصيلة O مش بتحتوي على أي مولدات الالتصاق وبالتالي بيتواجد فيها كل من Anti-A و Anti-B طيب تعال نفهم الموضوع ده كده بمثال لو عندنا رجل فصيلة دمه مش بتحتوي على مولدات الالتصاق ولا A ولا B يعني كده فصيلته O الرجل ده تزوج من امرأة فصيلة دماء لا تحتوي على أجسام مضادة ولا Anti-A ولا Anti-B يعني كده فصيلتها AB عايزين نعرف بقى كم نسبة وجود فصائل دم بتحتوي على Anti-B بين الأبناء Anti-B بيكون موجود في فصيلة A لأن احنا قلنا Anti بيكون عكس اسم الفصيلة فاحنا عايزين نعرف احتمال وجود فصيلة A ما بين الأبناء فصيلة الاب احنا قلنا لا تحتوي على أي مولدات الالتصاق ولا A ولا B يعني فصيلته O يبقى كده تركيبها جيني 2 O والأم لا تحتوي على أجسام مضادة ولا Anti-A ولا Anti-B يعني كده فصيلتها AB أمشاج الأب هتكون O وأمشاج الأم هتكون A وB كده الأطفال هتبقى O من الأب مع A من الأم يعني A O أو O من الأب مع B من الأم يعني كده فصيلة الأبناء هتبقى يا A يا B بنسبة 50 إلى 50 وإحنا عايزين نعرف نسبة الفصيلة اللي فيها Anti-B يعني فصيلة A واللي كده هتكون نسبتها 50% تعالا بقى نعرف دلوقتي إزاي بنحدد نوع فصيلة الدم بيتم تحديد نوع فصيلة الدم من خلال التفاعلات اللي بتحصل ما بين مولدات الالتصاق اللي هي الـ Antigens والأجسام المضادة اللي هي Anti-Bottles بحيث أن كل فصيلة من فصيلة الدم بيكون لها مولدات التصاق بتقابلها أجسام مضادة بتتفاعل معها فمثلا مولدات الالتصاق A بتتفاعل مع أجسام المضادة اللي هي Anti-A ومولدات الالتصاق B بتتفاعل مع الأجسام المضادة Anti-B وطبعا لما بيحصل تفاعل ما بين مولد الالتصاق والجسم المضاد بيسبب تخسر أو تجلط الدم علشان جدا حتى بنلاحظ أن الفصيلة A بيكون فيها مولد الالتصاق A ولكن الجسم المضاد بيكون عكسه اللي هو Anti-B والB بيكون فيها مولد الالتصاق B وأجسام مضادة عكسها لو Anti-A والA-B بيكون فيها مولدين الالتصاق اللي اتنين وبالتالي ما بيكونش فيها أجسام مضادة والAو مش بيكون فيها مولدات الالتصاق وبالتالي بيكون فيها الأجسام المضادة Anti-A و Anti-B فدلوقتي تعالى أقول لك على خطوات تحديد نوع الفصيلة أول حاجة بيتم سحب عينة الدم وبعد كده بنحط أطرتين من الدم على طرفي الشريحة الزجاجية وبعد كده بنحط Anti-A على أطرة الدم الأولى وبعد كده بنحط Anti-B على أطرة الدم الثانية ولو حصل تفاعل ما بين مولدات الالتصاق والجسم المضاد هيسبب تخصر أو تجلط الدم كده احنا معنا أربع اهتمالات هيطلعنا أربع فصائل تعالى كده نعمل جدول حلو من ثلاث خنات أول خانة نحط فيها أطرة الدم الأولى اللي عليها Anti-A وتاني خانة فيها أطرة الدم الثانية اللي عليها Anti-B والخانة الثالثة هي الفصيلة المحتملة أول اعتمال معنا لو حصل تجلط على قطرة الدم الهولة اللي عليها Anti-A وما حصلش تجلط على قطرة الدم اللي عليها Anti-B فدعنا كده أن الفصيلة دي فصيلة A لأن الفصيلة A بيكون فيها مولد الالتصاق A بيتفاعل مع الـ Anti-A فبالتالي هيسبب تجلط الدم طيب وتاني احتمال لو ما حصلش تجلط لأطرة الدم اللي عليها Anti-A وحصل تجلط لأطرة الدم اللي عليها Anti-B فتبقى كده الفصيلة B لأن الـ B بيكون فيه مولد الالتصاق B بيتفاعل مع الـ Anti-B وبيسبب تجلط الدم والاحتمال الثالثة معنا لو حصل تجلط في نقطة الدم اللي عليها Anti-A وبرضه حصل تجلط في النقطة الدم اللي عليها Anti-B معنا كده أن الفصيلة هي A-B لأن الفصيلة A-B بيكون فيها مولد الالتصاق B ومولد الالتصاق A وبالتالي بيتفاعل مع Anti-A ومع Anti-B وبيسبب تجلط الاحتمال الرابع والأخير لو ما حصلش تجلط هنا وما حصلش تجلط هنا يبقى كده الفصيلة O لأن الفصيلة O ما بيكونش عليها أي مولد التصاق وبالتالي كده احنا بنستنتج إن لو شخص فصلته A ما ينفعش يعطي دم لشخص فصلته B لأن الفصيلة A بيكون فيها مولدات التصاق A هترتبط بالعجسام المضادة اللي هي ANTIA الموجودة في دم الشخص المستقبل اللي بيكون فصلته B وبالتالي هتسبب تخصر أو تجلط الدم تعال نفهم أكتر بمثال يوضح لنا دلوقتي لو عندنا نقطة من فصيلة دم A حطناها على عين الدم مجبولة يعني مش عارفين فصلتها A فحصلها تجلط وبعد كده حطنا نقطة من نفس العين المجبولة على نقطة من فصيلة B وما حصلهاش تجلط تفتكر العين المجبولة دي هتكون A ولا B ولا A B ولا O بص كده معايا الفصيلة A بيكون فيها مولدات التصاق A وأنت B لما حطناها على الفصيلة المجبولة اتجلطت معنى كده إن حصل ارتباط ما بين مولد التصاق A والأنت A اللي موجود في العينة المجبولة وطرما العينة فيها أنت A يعني كده العينة دي مش A ولا A B وطرما العينة المجبولة لما حطناها على الفصيلة B وما تجلطتش معنى كده إن العينة المجبولة ما فيهاش أنت B وبالتالي كده ما ينفعش تكون O لإن O بيكون فيها أنت A وأنت B في نفس الوقت يعني كده العينة المجبولة هي B طيب إمتى تبقى O لو كانت اتجلطت لو حطينا عليها الفصيلة B كمان وبالتالي كده بنستنتج إن عمليات نقل الدم بتحصل تبقى للنظام محدد بسبب وجود مولدات الالتصاق والأجسام المضادة فبالتالي كده الفصيلة O هي معطي عم بتدي نفسها وكل الفصائل لإن ما عندهاش مولدات التصاق ولا A ولا B والفصيلة A B مستقبل عم لإنه ما عندوش أي أجسام مضادة ولا أنت A ولا أنت B وبالتالي كده الفصيلة A بتدي نفسها وبتدي A B وB بتدي نفسها وبتدي برضه A B وO ما بتاخدش غير من نفسها بس لإنه فيها أجسام مضادة NTA وLTB عمل الريسس هو عبارة عن نوع من مولدات الالتصاق بيكون موجود برضه على سطح كرات الدم الحمرة وبيكون موجود عند معظم البشر مش كل البشر بحيث أن 85% من البشر دمهم بيكون فيه مولدات الالتصاق عامل الريسس فبنرمز ليهم بالرمز RH موجب اللي هو RH positive والنسبة لنقل اللي هي 15% من البشر لا يحتوي دمهم على مولدات الالتصاق عامل الريسس فبنرمز ليهم بالرمز RH negative أو RH سالب يعني دلوقتي لما أقول لك فصيلة A positive بيكون فيها كام نوع من مولدات الالتصاق طالما فصيلة A يبقى كده فيها مولد الالتصاق A وبوزيتف يعني RH موجب يعني كده فيها مولد عامل الريسس طيب لو فصيلة O negative فيها كام نوع من مولدات الالتصاق الفصيلة O مش بتحتوي على أي مولدات الالتصاق من الـ A أو الـ B وطالما negative يعني كده RH سالب يعني مش بتحتوي على الـ RH وبالتالي O negative لا تحتوي على أي نوع من مولدات الالتصاق ولا حتى RH وكمان كده بنستنتج أن أكتر فصيلة فيها أنواع مولدات الالتصاق هي AB positive لأن معنى أن هي AB يعني كده فيها مولدات الالتصاق A ومولدات الالتصاق B وطالما positive يعني كده الـ RH positive يبقى كده AB positive فيها مولدات A وB وRH طيب دلوقتي لو هنرمز المولد الالتصاق A بالمثلث ومولد الالتصاق B بالمربع والـ RH بالدائرة يبقى كده الفصيلة اللي قدامنا دي ايه كده الفصيلة دي فيها المثلث يعني مولد الالتصاق A ومربع يعني مولد الالتصاق B وكمان دايرة يعني كده RH positive يبقى كده الفصيلة دي AB positive طيب الفصيلة دي دي كده فيها مولد A ومولد B بس يبقى كده الفصيلة دي AB negative لأنه ما فهاش الـ RH طيب الفصيلة دي الفصيلة دي كده فيها مولد A ومولد الـ RH يبقى كده الفصيلة دي هي A positive طيب الفصيلة دي كده ايه دي فيها مولد الالتصاق B بس ولا فيها الـ A ولا فيها الـ RH يبقى كده الفصيلة دي B negative طيب الفصيلة دي الفصيلة دي مفهاش غير مولد الالتصاق الـ RH ومش فيها ولا مولد A ولا مولد B يبقى كده الفصيلة دي O positive طيب الفصيلة دي الفصيلة دي كده مفهاش ولا مولد الالتصاق ولا A ولا B ولا الـ RH يبقى كده الفصيلة دي O negative عمل الـ Rhesus اتسمى بالاسم ده لان تم اكتشافه 1940 اول مرة في سلالة من الارود اسمها Rhesus وبعد كده تم اكتشافها في البشر اللي بيتحكم في ورصة عمل Rhesus هو 3 ازواد من الجينات يعني 6 جينات ولازم يورسهم الفرض كلهم يعني الحالة دي ما اسمهاش تعدد بدائل زي فصائل الدم في فصائل الدم لما قلنا احنا عندنا A وB وO الفرض بياخد اتنين منهم بس يعني بيورس اتنين منهم بس الحالة دي اسمها تعدد البدائل لان احنا معانا 3 بدائل والفرض بيورس اتنين بس لكن عامل Rhesus بتتحكم في ورصتها 3 ازواد للجينات والفرض لازم وحتميا يورسهم كلهم مش بدائل بياخد منهم اتنين بس لا ده لازم يورسهم كلهم 3 ازواد من الجينات بيتم حملهم على زوج واحد من الكروموسومات واحنا قلنا 3 ازواد من الجينات يعني 6 جينات يعني مثلا A وB وC وD وE وF الجينات دي ممكن تكون موجودة بشكل سائد فبنرمز ليهم بالحروف الكابتل وممكن تكون موجودة في صورة متنحية فبنرمز ليهم بالحروف السمول يعني كده احنا معانا كل من A وB وC وD وE وF دي كلها حروف كابتل يعني كده جينات سائدة طيب اوساطها بيكون في A وB وC وD وE وF بحروف سمول يعني كده كلها جينات متنحية الشخص اللي بيكون RH positive هو اللي بيحتوي على اي جين سائد يعني لو فيه جين واحد بس سائد يبقى RH positive انما علشان يبقى RH negative لازم يحتوي على 6 جينات متنحية يعني لازم ال6 جينات يكونوا في صورة متنحية لو فيه واحد منهم بس سائد في الحالة دي الشخص هيكون RH positive طيب دلوقتي على سبيل المثال لما جيب لك تتابع جينات عامل الريسس على جزء من كورموسوم 3 اشخاص مثلا مريم وناديا وكريم مريم عندها A capital وD small وE capital وناديا عندها A small وD small وE small وكريم عنده A small وD capital وE small واسألك وقلك مين من الثلاث أشخاص ما عندوش على سطح خلايا دم الحمرة مولدات عامل الريسس الحل هيكون كالقاتي احنا قلنا علشان مولد عامل الريسس ما يكونش موجود لازم الجينات تكون متنحية ولو فيه واحد بس واحد بس سائد يبقى الشخص ده عنده RH positive وبالتالي كده مريم عندها A capital وE capital كمان تبقى كده RH positive وكريم عنده D capital يبقى كده هو كمان RH positive إنما ناديا كل اللي عندها سواء كان A أو D أو E كلهم سمول فتبقى كده جينات متنحية وتبقى كده هي الوحيدة اللي ما عندهاش مولدات التصاق عامل الريسس وتبقى RH negative لأن كل الجينات اللي عندها متنحية دراسة الـ RH بتفيدنا في عمليات نقل الدم لأن السالب ده بيكون معطي عام إنما الموجب ما بيديش غير موجب بس وإحنا عرفنا قبل كده أثناء دراسة فصائل الدم إن الـ O بيكون معطي عام والـ AB بيكون مستقبل عام والـ A بيدي نفسه وبيدي AB وما ياخدش غير من نفسه ومن O والـ B يدي نفسه ويدي AB وما ياخدش غير من نفسه ومن O والAB بياخد من كله وهو يديش غير نفسه بس نزود عليهم بقى بعد كده الRH يعني لو في فصيلة O نيجاتيف الفصيلة O نيجاتيف دي بتكون معطي بشكل عام يعني بتدي كلها من A positive و A نيجاتيف وبتدي كمان B positive و B نيجاتيف وبتدي كمان A B positive و A B نيجاتيف وكمان بتدي الO نيجاتيف والO positive انما لو فصيلة O positive يعني الRH بيكون فيها positive الفصيلة الO positive مش بتدي غير كل البوزيتيف يعني بتدي A positive و B positive و A B positive و O positive ومبتديش اي فصيلة نيجاتيف يعني احنا كده بنستنتق قاعدة مهمة وهي ان السالب بيعطي الموجب وليس العكس طيب بالنسبة لدور عامل الريسس في الحمل والولادة دلوقتي تحليل الRH بقى مهمة قبل الجواز يعني انت لما تيجي تختار عروستك اعمل لها الاول تحليل الRH علشان خاطر اولادكم لو العروسة RH positive مفيش مشكلة انما لو هي RH negative وانت RH positive من هنا الدنيا مش بتبقى لطيفة لو الاب RH positive والام RH positive الاولاد هيطلعوا RH positive زي الام ومفيش اي خطر عليهم طيب لو الاب RH negative والام RH negative الاولاد هيبقوا كده RH negative زي الام برضو مفيش برضو خطر عليهم طيب الحالة التالتة لو الاب RH negative والام RH positive الاولاد هيبقوا RH positive زي الام وبرضو مش هيبقى فيه خطر علي الاولاد انما لو الاب RH positive والام RH negative الطفل الاول اكيد هيكون RH positive لانه على الاقل هيورس جين واحد ساعد من الاب اسناء ولادة الطفل الاول دم الطفل الاول اللي بيكون فيه RH positive بيختلط بدم الام اللي بيكون فيه RH negative فبيبقى بالنسبة لدمها مولد التصاق الRH جسم غريق فيبدأ يتكون اجسام وضضة في دم الام ضد مين ضد الRH الطفل الاول بيتولد بسلاء ولكن في الطفل التاني اسناء الحاملة التانية مع انتقال الدم من الام الى الطفل التاني اللي هيكون برضو RH positive هيتنقله كمان اجسام مضادة للRH اللي كانت موجودة في جسم الامة الاجسام المضادة اللي هتتنقل مع دم الامة هتكسر دم الطفل التاني وتسبب له انمية حدة ويموت فالحل في الحالة دي هو بعد ولادة الطفل الاول وقابل مرور 72 ساعة من الولادة الام لازم تاخد مصل يكسر كل الRH الموجب اللي انتقلها عن طريق دم الطفل الاول لازم المصل ده يكون بعد الولادة مباشرة وقابل مرور 72 ساعة علشان جسم الام ما يكونش لحا يكون اجسام مضادة والمصل ده الام بتاخده بعد كل ولادة لها اشتركوا في القناة